أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا نيابة عن سيدي خادم حرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود أن نرحب بكم في بلدكم الثاني وأن ننقل لكم تمنياته بنجاح أعمال هذه القمة يأتي إنعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة ونؤكد في هذا الصدد إدارتنا ورفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها شقائنا في فلسطين وراح ضحاياها الآلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ ودمرت فيها المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية لقد بذرت مملكة جهودا حتيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة واستمرت بالتشاور والتنسيق مع شقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب ومن هذا المنطلق نجدد مطالبنا بوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لأغاثة المدنيين وتمكيل منظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها كما نؤكد الدعوة عن الإفراج عن الرهائر ومحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء إننا أمام كارثة الإنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانية والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها وتهدد الأمن والاستقرار العالمي ولذلك فإن الأمر يتطلب مننا جميعاً جهداً جماعياً منسقاً للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤذف وندعو إلى العمل معاً لفك الحصار بدخال مساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين مستلزمات طبية للمرضى والمصابين في غزة أصحاب الجلال والفخام والسمو والدولة تؤكد مملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القصري لسكان غزة كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكمة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته وإننا على يقين بأن السبيل وحيد تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدسة الشرقية وهما يضمن صدامة الأمن والاستقرار المنطقة ودولها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا